في الفيديو ده هكلمكم عن بعض المواقع البديلة chat GPT وده لان فيناس كتير جدا حاولت تفتح حساب على خدمة chat GPT بس للأسف ما عرفتش والسبب ده ان الخدمة بتكون غير متوفرة في بعض البلدان العربية زي مصر ده غير انك بتضطر تستخدم ال VPN عشان الموقع يفتح معك كمان خدمة chat GPT ما بقتش متاحة للجميع وده لان الموقع بقى عليه ضغط كبير جدا من كل المستخدمين لو انت مسجل بالفعل في chat GPT وجيت تدخل على الموقع هتلاحظ ان الموقع مش بيسمح انك تسجل عليه بحساب جديد وهيقولك ان الموقع عليه ضغط كبير جدا فعشان ما طولش عليكم يلا بينا نشوف ازاي بنسجل على بعض المواقع المجانية والبديلة chat GPT اول موقع بديل معانا chat GPT وهو موقع chat sonic الاداة دي نسخة مطورة لchat GPT زي ما حضرتك شايف هتلاقيه هنا كاتب chat GPT alternative build with superpowers chat sonic الجميل في الموقع ده انه مجاني تماما ومش بتحتاج VPN او اي رقم امريكي عشان تسجل على الموقع وطريقة التسجيل سهلة جدا بكل بساطة هتروح على get started هتفتح معاك الصفحة بالشكل ده هتيجي على النفذة اللي على يمين دي هتدوس على chat sonic والميزة الرائعة في الموقع ده وهو انك بتختار الروبوت اللي انت عايز تتكلم معه يعني هتيجي هنا وتختار التخصص اللي انت حابب تتكلم فيه وليكن مثلا انا عايز اتكلم على تخصص في مجال الترجمة او في مجال السياحة او الصفر او relationship code خلينا مثلا نتكلم بشكل عام انا هاختار هنا ان انا هكتب المحادثة بتاعتي بشكل عام هسأله هنا سؤال وليكن اي فريق وصل الربع النهائي في كاس قطر 2022 زي ما حضرتك شايف هيجاوبني هنا اجابة نموذجية وهيقول لي مين الفريق اللي وصل جميل جدا لحد الوقت الموقع هيكون شغال معك بشكل مجاني تماما الفترة الجاية اعتقد انه هيكون بشكل مدفوع لانه ممكن يضيفوا بعض التحسينات على الموقع ده تاني موقع بديل معنا لشات جي بي تي وهو موقع u.com الموقع ده باره عن محرك بحث زيه زي جوجل كروم تقدر تستخدمه بدون اي مشاكل كل اللي عليك تعماله انك هتيجي على مربع البحث ده وتكتب u.com هتفتح معاك الصفحة بالشكل ده فتقدر هنا تكتب في مربع البحث اي حاجة انت عايزها وليكن انا هكتب قناتي على اليوتيوب هيفتح معاك الموقع بالشكل ده هنيجي هنا في النفاذة العليمين هنلاقي كلمة شات هنضغط عليها والجميل في الموقع ده انه الروبوت بيبحث لك عن الاجابات عن طريق الويب طبعا عكس فكرة لان زي بي تي معلوماته محدودة جدا بعد الفين وواحد وعشرين فطبعا الاداة دي او الموقع ده احسن بكتير جدا من لان كمية المعلومات المخزنة في محدودة جدا فخلينا نيجي المربع البحث ده ونسأل كام سؤال وليكن انا هسأل عن اكبر الدولة العربية من حيث المساحة ونشوف زي ما حضراتكم شايفين بيجواب لك هنا اجابة نموذجية وكمان بيديك المساحة وبيديك الترتيب خلينا نسأل سؤال تاني ونشوف هيجاوب لنا ازاي عليه انا مسلا عايز اسأله عن مقال مكوم من مئة كلمة عن الرياضة فزي ما حضراتكم شايفين هيكتب لي هنا اجابة نموذجية عن الرياضة خليني هنا تأكد من عدد الكلمات اللي هو كتبها لي من هنا هنيجي على جوجل ونكتب عدد الكلمات هنعمل هنا لصق للبراجراف اللي احنا اخدناها هنلاقي ان عدد الكلمات اكتر بكتير من مئة كلمة مئتين وخمسين كلمة زي ما حضراتك شايف فطبعا اجابته مفصلة جدا 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 وبيجاوبك اجابة نموذجية فهتلاقي الشات دايما بيجاوبك اجابة نموذجية جدا ما تعتمدش بشكل كبير على الاجابات اللي بيديها لك الشات لان ممكن تكون مش اجابات نموذجية ما في الماء فخلي بالك جدا جدا انه انت بتقرأ الاجابات نقدر كمان نكتب اسئلة خاصة بالبرمجة زي ما هنشوف دلوقتي فتعالوا كده نسأل كام سؤال خاصة بالبرمجة هقول له مثلا هنا اعطيني كود لتسجيل الكلمات زي ما حضرتك شايف جاوبك اجابة نموذجية وديك الكود اللي انت بتبحث عنه وكمان شرح لك الكود ده بيعمله وبكده نكون وصلنا مع بعض الاخر الفيديو اتمنى يكون عجبكم الفيديو ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته